السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا امرا الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة وقناتكم سان ستايل فاشون معاني سحمة شمس الدين وحييكم اخواتي واخواتي ابنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلوب من حضراتكم الدعم الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس الاعجاب بالفيديو شرط اساسي بنطلوب من حضراتكم فضلا لا امرا. على اساس نقدر نوصله لاكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه زي ما حضرتك وحضرتك ان شاء الله تستفيده منه. ولما نقول اصلا لايك للفيديو وعايزين ننشره ودوت يعني اصلا فيديو او الموديل اللي قدامي دوت احد الفضليات بعتها. على اساس تقدر تعمله لبنتها. لو احنا اصلا الحاجة ديت ما نشارنهاش ما ما كانش هيوصل لها ان احنا ممكن ايه نقدر نعمل لها حاجة زي كده. فاحنا بقدر الامكان بنحاول نوصل الكلام دوت لأكبر عدد من الناس تقدر تستفيد منه. تمام? الاستفادة ان انت اصلا تيجي لك دعوة من حد انت ما تعرفوش وهو دوت اللي احنا بنطلوبه احنا بنطلوبش اي حاجة تانية. الاستفادة ان حد يعمل حاجة يقول لك والله الرجل دوت ربنا يبريك له اصلا احنا استفادنا من ان هو وضح لنا نقطة معينة كانت مبهمة بالنسبة لنا. اه مش شرط ان انا اصلا اكون بيرفكت زيكم او ده او دوت لا لا لا. ممكن انا اصلا تبقى حاجة غيبة عنك انا اللي اوضحها لك. تمام? اه الموديل اللي قدامي دوت ناخدش فيه عشان ما ياخدش منينا وقت. هو الموديل في الاساس هو جامب سود. تمام? علشن الصور ديت متاخده من فيديو. فالفيديو اه الكواليت بتاعته ضعيفة جدا. اه فبالتالي اصلا يعني انا ادرت بقدر امكان ان انا يعني كمان الصور ديت اصلا انا بازل فيها مجهود ان هي تبان. لكن هي ما كانش باينة بالمرة. تمام? اه فبازل فيها مجهود في المونتاج وكلام زي كده عشان تبان معنا. اه فزي ما بقول لكم الصور بقدر امكان احنا بنوضحها ليه? بنوضحها لان هي للاسف اصلا مش واضحة بالمرة. هو جامب سود داخلي. تمام? اللي هو الاف وايد دوت. وعليه اه تونيك كولوش. عليه? تونيك كولوش. اه الجامب سود اه بنطلون الطول بتاعه اه مش واصل للارض خالص. الجامب سود اه اه زي ما بقول لحضراتكم اه هو طبعا باختلاف بقى الخامة اللي هي تشتغل بها. احنا بنشغل على شغل المحجبات. فالخامة اللي هي تشتغل بها الجزء العلوي هتبقى الشيء خامة سترة او خامة بمعنى اصح ممكن تبقى طل اه مطرز لكن تحتي ايه? بطانة. تمام? لان هي ممكن تبقى اللي من اه صورة تانية اه بعد اهي اه اه الا اه الجزء العلوي معمول من خامة شفافة فاحنا ممكن نشتغلها من طل مطرز. والطل المطرز زوت يكون تحتي ايه? اه يكون تحتي اه بطانة اه اما اه اما او اما يكون ان البطانة اللي تحته اه لونها اه جلدي او درجة البيج فتبان لك بنفس الشكل ده كده. تبان لك بنفس الشكل ده كده. فانا الصورة اهيه واضحة وزي ما بقول لحضراتكم دوت جامب سود هتبقى اصلا سوستيتو من الجامب سوستة سحرية طويلة عشان تعرف تلبسه كويس. تماما جماعة? اه بالنسبة اه بالنسبة للتونك التونك كول ريفير اهو اه يعني انا انا التونك اصلا مقفول بكوبشة من هنا اهي عند منطقة الخسر بالزبط فوق قمر اه او فوق الفاصل ما بين البنطالون بتاع الجامب سود والكورساج بتاعه اهو الكوبشة هنا بالزبط. وهي طالعة بكل ريفير طويل. تمام? طبعا الكل ريفير قطلة باحسن اصلا بالنسبة لنا في الكام فيديو اللي فاتوا اه مباشرة يعني. اه ادي الكل ريفير اهو. واللياقة بتاعه. اه التونك دوت بيكون بامبير هنا. انا زي ما بقول لكم ان الصورة الصور مش واضحة. لكن اصلا هو دوت اللي يجب ان هو يكون. ليه? لان جزء السفلي بتاعه. وممكن يعني نشوف صورة تانية من الضهر. اه تبان لي بالزبط. يعني ادي الصورة ديت صورة الجامب سود اهو. شايف الطول بتاعه لغاية فين? الطول بتاعه لغاية ايه? لغاية هنا كده بالزبط. عشان تيجيني بتاع ايه? بتاع التونيك نفسه. اه يجيني الارض. ماشي? هو مش مسألة ان هو يبقى حاجة مفصولة. لا اهو واصلة بالايه? 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 بالانبير بتاع ايه? بتاع التونيك نفسه. انا بشوف بس صورة تكون مسلا متاخدة من وراء تبان لي اه دوت اهو بيين لي في الصورة ديت اللي ايه? الطول بتاع الجامب سود لغاية ايه? اه لغاية الكعب بالزبط. تمام? اه على فكرة هو الكعب هو والعظمة النتقة ديت اللي احنا بنسميها اصلا لفظ تاني هي العظمة النتقة اللي هنا هو دي كده اللي هي بتبقى اصلا العظمة اللي هي بتبقى ايه? اه اللي فصلة ما بين الساق والقدم نفسه. فدي العظمة ديت احنا لها مسمة معين عندنا هنا في مصر ما بنحبش نقوله. لكن هي اسمها ايه? اه ديت ايه? العقب اللي هو ايه? اللي هو اه احنا في اللغة اسمها الكعب. يعني العظمة اللي هي بتبقى خارجة هنا هو دي كده ديت ايه? اه اسمها الكعب في اللغة العربية. لكن ده كده خالص اللي هو على الارض ده اسمه الايه? العقب. اسمه الايه? العقب. تمام? اه ولزلك اصلا حديث النبي صلى الله لما ويلوا للاعقاب من النار لان بتبقى ايه? الجزء دوت بعيد عن عناية وايدية. اه فلما باجه اتوضى ممكن يتساب. فجيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. اه فالعقب هو ايه? هو مش كعب الرجل. كعب الرجل العظمة دي. اسمها كعب الرجل. تمام? لكن ده العقب نفسه. اللي هو ايه? اللي بيبقى على الارض. نهاية الرجل من الخلف. اه فانا زي ما بقولك الطول هنا هو تلغيك كعب الرجل. يبقى لما اقول كعب الرجل هي العظمة النتيقة اللي هي ايه? الفاصل ما بين الساق والايه? والقدم نفسه. اه قادل طوله. اه البنطلون نازل اه اه مجسم جدا لغاية منطقة الرجبة ثم ينزل ستريت. اه ثم سوري يبقى ينزل ايه زي ايه? شرل ستول. اه يعني ازا كان وسع الرجبة مثلا هنا هو تايكون مثلا اه تاتة وعشرين اربعة وعشرين فهو ينزل لي على ايه? على اتنين وتلاتين من تحت. تمام? اه زي ما قلت هتبقى فيه سوصة سحرية ناحية الشمال مثلا اه هتبقى ماشية معدية منطقة الارداف لازم تكون هنا. عشان تعرف تلبس ايه? الجنبسود ده. تمام? على فكرة اه ممكن ان انا اه ما خلوش جنبسود. ممكن ان انا ما خلوش ايه? جنبسود. اخليه بنطلون وكاش ميو. لو انت يعني لو مسألة الجنبسود صعبة عليك او صعبة عليك. تمام? اه ممكن اخليه بنطلون وجنبسود. اه بنطلون صوري وايه? وكاش ميو. كاش ميو اصلا يبقى نازل لغاية اهوته مقفول من اسفل ايه? منطقة الحود بايه? بكبسون بكوبش بكوتش اي حاجة اللي هو بيقفل ايه? بيشد بقى ايه? المنطقة العلوية دي كلها. تمام فدي اه ادي الصورة كاملة اهي على بعضها اه بحاول افصل اكتر اه ديت بقى المقاسات معي تمام يبقى انا دلوقتي اه لو اشتغلت بقى المقاسات ديت ماشي هحطها قدامكم كده اه ادي اه عرض الكتف من فوق اربعة واربعين اظنه كتير اظنه عرض الكتف كتير اربعة واربعين اربعة واربعين اه لحد كتير يعني انا لما يكون عندي دوران السدري مية واربعة كبيري انه يكون عرض الكتف بتاعي اتنين واربعين كبيري انه يكون وارجو ان حضراتكم ترجعوا لايه يعني احنا عملنا فيديو اه للمقاسات مخصوص موجودة على القناة تمام اه وعملنا فيديو تاني للمقاسات برضو من على حد وطبقناها على القماش مباشرة عشان نشوف المقاسات دي تطبيعها على القماش ازاي اه طول اه طول الصدر ماشي يعني انسبنا منه لانه ممكن اصلا ماكونش مفهوم بالنسبة لي طول الوسط ماشي اربعة واربعين اه دوت اللي هو يعتبر الامبير دوت يعتبر الامبير تمام اه وطبعا احنا عارفين ان طول الامبير الامامي غير مختلف عن طول الامبير الخلفي يعني طول الوسط دوة 44 اللي هو ايه الطول من نقطة الرقمة من فوق لغاية ايه لغاية الخسر لغاية الخسر او لغاية الطول اللي هي عايزة فدوة اللي هو دوة هيبقى ايه طول الجزء بتاع جنب السود العلوي وهو هو نفس طول الامبير اللي معمول فين الامبير بتاع التونيك الامبير بتاع التونيك طيب ماشي احنا بس ايه عشان ما نخليه هو فيديو واحد حتى لو طول معانا شوية مثلا لخمسة وعشرين ديئة لتلاتين ديئة فاحنا ايه نبدأ نفصل الكلام دوت على الصبورة وناخد المقاسات دية ننزلها لها على الصبورة اصلا تقدر تشتغل عليها مباشرة عشان ما نطولش فخلي المقاسات هي قدام حضراتكم طول الكت دوران السدر دوران الوسط دوران الارداف طول الكل مية تمانية واربعين طول الدراع تمانية وستين كتير كتير جدا ماشي لما يكون اصلا الطول بتاعي مية تمانية واربعين وطول الدراع تمانية وستين لا ما يجيش ده كبير خالص في طول الدراع هيكون اصلا اه اربعة وستين خمسة وستين تمام اه اه فمعلش اصلا نرجع لي الفيديوهات بتاعت المقاسات عشان نعرف احنا بناخد المقاسات ازاي تمام اه اه طول الوسط من الارض ماشي تمام مية وسبعة اللي هو ايه اللي هو اعتبر طول الجيبة طول الجيبة يبقى مثلا دلوقتي اصلا للارض تمام طول الجيبة نفسه تعالا بقى نروح على الصبورة ونشوف ايه احنا هنطبق المقاسات دي زيه لا اعمتا الفيديو عشان هنبدأ الشرح فيه على الصبورة هياخد مننا وقت كبير فارجو ان احنا نوقف الفيديو الغيب دلوقتي ده وطيبقى اقراءة للموديل وتتبعوا التفاصيل بتاعته وبيان الموديل كله من الالف الالياء ثم نبدأ ايه نروح على الصبورة اه نبدأ ايه نشرح الموديل ونزاي ايه ان احنا اه هنشتغل فيه ارجو ان حضركم ما تنسناش من صالح الدعاء فهذه الاوقات خاصة ان ربنا سبحانه وتعالى يكشف عنا الهم ويفرج عنا القرب ويقنى شر الامراضة والاوباء عن مصر خاصة وعن جميع الامة الاسلامية من شرقها الى غربها ومن شمالها الى جنوبها اخر حاجة اقولها لحضركم انتظر على الخير كفاعلي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة